اتصدمت لما لقيتها بتتعامل بالمية كنت فاكرها بتتعامل بمكونات كتيرة خالص لكن لما اكتشفت اللي هي بشوية مية وشوية سكر جالي حالة زول وقلت لازم اجربها ولما جربتها طلعت احلى واطعم من المصانع تعالي النهاردة نعمل نوع من انواع الحلويات بتاعة ملد النبي كل سنة وانتم طيبين بسرعة الساروخ اول حاجة كوبايتين من السكر عليهم رشة فانيليا رشة بسيطة من ملح اللمون معلقة كبيرة من العسل الكولوكوز وارفعهم على نار هادية جدا اي اوالب متوفرة عندنا مش هتقولك لا مفيش اوالب يبقى نستخدم علبة التلاجة تمام خالص بعد كده رشت زيت في قلب العلبة كده وتدنيها كويس جدا او في الاوالب اللي انا عملتها ديت وبعد كده رشت سكر بسيطة في كل الاوالب اللي احنا هنشتغل فيها معايا هنا كوباية بقى من النشا بمعدل يعني الكوباية كده من 7 ل 8 معايا على حسب حجم الكوباية عندك نزلت عليهم بقى بنص كوباية من المية وعليهم كيس من الجلي والجلي اللي انا استخدمته جلي بطعم البطيخ هتلاقيه موجود في اي سوبر ماركت اخدتي بس ايه نص الباكت وبعد كده حطيت لون من الوان الطعام اللي هو لونه احمر ونزلت بقى بيه الخليط اللي احنا عملنا دلوقتي على العسل اللي احنا احطناه على النور بعد تماما ما السكر ديه هنستمر في التقليب لمدة ممكن نقول من 15 ل 18 ديه لحد ما تربط معانا بالشكل دوت كده عايز اقولك بقى الحلويات بتاعت النهار ده دي لذيذة جدا كل الاطفال والكبار بيحبها جدا جوا علبة ملد النبي يلا بسرعة اكتبيلي في الكومنتات انت كمان بتحبيها ولا لا هنصبها بقى جوا الاولب بتاعتنا ونفضل بقى اللي احنا ايه نعمل لها كده آآ نسويها يعني علشان خطر بس ما يبقاش فيها اي فراغات عايز اقولك بقى الملبن الاحمر بالسكر طعمه بيكون حلو جدا ما يختلفش على اتنين وازن يعني ما فيش حد ما بيحبوش طري كده وبيكون سهل كده في الاكل وطعمه حلو قوي والكبير والصغير بيحبو طبعا انا هنا اخدت كمان الاولب ديت اللي هي شكلها زي الاصابع كده عايز اقولك دي اولب التلج بس برضو تنفع ما فيش اي مشاكل خالص هي يعتبر سيليكون فماشى معانا في كل حاجة لذيذة كده وخفيفة وكمان آآ بتعمليها بسرعة ما فيش بقى اولب خالص عندنا هنجيب علبة التلجة ندهنا دهنا بسيطة من الزيت ونحط عليها كده نغلفها بالسكر ونحط جواها بقى ايه نحط جواها وبعد كده بقى هنحط بقى على وشها شوية من السكر عشان بس الوش بتاعها ما ينشفش هنا بعد ما سبتها ليلة كاملا عملتها من باللين للصبح بتتفك بكل سهولة هنغلفها بقى بالسكر عشان يبقى زيها زي اللي بتتبع بره بالزبط طبعا اللي في العلبة برضو هنقطعها بقى مكعبات كده متوسطة ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي برضو هنغلفها كمان بالسكر عشان يبقى شكلها حلو معينا السكر اللي انا استخدمته في الوصفة كلها تقريبا كده من الكبيتين اللي انا استخدمتهم الاول وبعد كده استخدمت نص كبية يعني كبيتين ونص سكر عملولي الكمية اللي انت شايفها دي كلها تقدري كمان تعملي نص الكمية